الحقيقة إنه ألفة بقى لما أنت تيجي تعمل مشروع بتحط له دراسة صح؟ ولا أنا يعني أنت هتعمل مشروع دلوقت خليك هتشتري تاكسي أو عربية تقلبها تاكسي هتفتح فرن هتفتح أجزاخانة صيدلية هتفتح أي مشروع في الدنيا بتعمل إيه؟ بيبقى عندك تصور كامل عن المشروع التصور ده بسيط جدا وألفة بقى التصور المشروع ده يتعمل من إيه؟ مراحل المشروع تكلفة المشروع تسويق المنتج بتاع المشروع ده يروح فين؟ العائد بتاع المشروع ده إيه؟ حلو قوي السيسي النهاردة قاعد قدام مشروع وجاب الناس وقاعدوا الناس والناس دي زباط جيش زباط جيش ما شاء الله اللغ ده قد كده حلو قوي حاجة جميلة قوي اللواء عبدالسلام شفيق رئيس المصرية للتعدين ليه؟ ليه بقى لواء؟ ليه مش جلوجي؟ ليه مش إدارجي؟ لا هو لواء؟ وإبراهيم إيسى بتكلمش وحمدين صباحي بتكلمش وما فيش حد بيتكلم في البلد ليه لواء؟ مشروع التعدين ليه لواء؟ إما نجيب إدارجي بتاع إدارة وإما نجيب واحد بتاع تعدين بتاع جيولوجيا لكن لواء؟ جميل نسمع كلمة اللواء عبدالسلام شفيق رئيس المصرية للتعدين الحضور الكريم بأسمى معاني الإعزاز وبأغلى آيات التقدير يطيب لي أن أرحب سيادتكم في هذا اليوم العظيم الذي يشهد ملاد صرح صناعي جديد وهو مجمع مصانع إنتاج لا ما سمعتش برضو مجمع إيه معلش يعني الديني مجمع إيه كده؟ بأسمى معاني الإعزاز وبأغلى آيات التقدير يطيب لي أن أرحب سيادتكم في هذا اليوم العظيم الذي يشهد ملاد صرح صناعي جديد وهو مجمع مصانع إنتاج الكورس مجمع مصانع انتاج الكوارتز حاجة جميلة جدا والكوارتز ده مهمة قوي حلوة قوي كلام جميل جدا حضرتك ده مجمع مصانع الكوارتز ليه مجمع مش مصنع ما نعرفش احنا لسه قصر طيب انت عارف الكوارتز ده بيتعامل منه ايه ناخد كده فكرة فهموا المصريين الكوارتز ده بيتعامل منه ايه بيتعامل منه الواحة الطاقة الشمسية بيتعامل منه صناعة المجاهرات والاحجار الكريمة الكوارتز ده يمتلك خصائص فيزيائية عظيمة وعريقة وجميلة وحاجة ترد الروح حلوة قوي صناعة الزجاج الكوارتز ده بيدخل في حاجات جمدة جدا كده عرفنا الكوارتز ما شاء الله 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 اكبر الله اكبر طيب كده يا سيسو بقى انت بتنقل مصر نقلة تانية حلوة قوي ممكن خلاص عرفنا بقى ممكن حضرتك بقى يعني تقول لنا المشروع ده هيكلف كام واحدة واحدة بقى ممكن تقول لنا المشروع ده الكوارتز ده جامنين معلش ما انا مضطر اسألك الكوارتز ده جامنين عندنا في مصر احنا ما عندناش كوارتز مش انا اللي قلت ده انت اللي قلت انت اللي قلت اكتر من مرة مصر ما فيهاش حاجة غير شوية رابلة بس طب الكوارتز ده جامنين من الرملة طب معلش هيكلف كام بقى المشروع ده طب ايه مراحل المشروع ناخد كده الراجل بيكلمه عن مراحل المشروع السيسي بيقول له المراحل الباقية ومحتاجين كام الفيديو 17 ياريت يعني اديني الفيديو 17 الله يخليك اتفضل المراحل الباقية ومحتاج كام اتفضل يعني دلوقتي الراجل رئيس هاية الاستثمار قال انه انتبكش دعوة رئيس هاية الاستثمار اللي كان واقف المدني بس انت مش قصتك انت المشروع ده هيكلف 700 مليون دولار 700 مليون دولار طب هتجيبهم منين وبعدين يقول له المرحلة التانية والتالتة هتاخد عشر سنين نشوف بقى لما بيكلموا على انه المشروع محتاج المراحل دي اللي باقية 700 مليون دولار اسمعوا كده يعني احنا قدام مشروع هتعمل في اربع مراحل احنا لسه في المرحلة الاولى اللي هي ايه انا كنت بقول لزميلي اللي هي انه يعني واحد جاي بميلاية او جاي بكوفيرتا ورايح يتقدم لعروسة فبيقول لهم انا عندي الميلاية او عندي الكوفيرتا طب حضرتك قدت النوم لا ما انا لسه بقى هتكلف كم قدت النوم 700 مليون دولار طب 700 مليون دولار دول تقدر تقول لي هتجيبهم منين ده 700 مليون دولار لحد المرحلة التالتة يعني لو دخلنا في المرحلة الرابعة هنخش في 1000 مليون يعني مليار والله قال له كده قال له 700 مليون دولار دول التكلفة لحد المرحلة التالتة احنا في المرحلة الاولى اللي هي ايه جيبنا الكوفيرتا جيبنا ملايتي السرير بقى ايه بقى السرير والمرتبة والملة والدواليب والكومودينو دول بقى في المراحل اللي جاية تلات مراحل لحد المرحلة التالتة هيتكلف سبعمائة مليون دولار حلو هتجيبهم منين يا سيسي بقى نشوف السيسي بيقول ايه تفضل يا دماء احنا منقطع نجيب مليارات الدولارات حاجات اخرى ففي كتير من اني قولك يعني طب يعني هو نقم ده وسيط الرقم ده مش وسيط بس كمان يا صلاة النبي لو المصحف ما نقولش انه هنجيب الدولار منين وما نعمل ايه احنا ايه دو واحدة يا بهجة وما هنعمل ايه ما انت عامل مشروع اهو ما نعودش نقول هنجيب الدولار منين وما يعني انت فتح مشروع لايه انتو فتحين مشروع جايبين فيه الكوارتس بس بس لسه تشغيل بقى والحاجات دي تلت مراحل تانين التلت لحد مراحل تتكلف سبعمائة مليون دولار على عشر سنين معناش دولارات احنا دلوقتي خالص السؤال هنجيب الدولار منين لا ما نسألش السؤال ده برضو لانه اباحة ليه اباحة ما احنا قعدنا نسأل السؤال ده مش هنعمل المشروع طبا هنه مش هتتعمل اصلا المشروع مش هتعمل لان حضرتك ما عاكش فلوس طب انت اللي عارف هيخلص في قد ايه ولا هيدخل عوائد كام ولا هتجيب منين سبعمائة مليون دولار ممكن حضرتك تقول لي انت بتعزم المستثمرين على ايه يعني انت عملت تقول المستثمرين تعالوا وخشوا البلد ومش عارف ايه المستثمر اللي جاي ده هيجي على ايه مع فلوس هيرميها في اي حتة كده المستثمر عايز يعرف المشروع ده هيخلص في كام وانا هستفيد منه قد ايه وهنسوقه فين حضرتك اللي عارف هو هيخلص بعد عشر سنين ولا اربع سنين ومش عارف هتجيب منين سبعمائة مليون دولار ولسه قصة التسويق بقى العائد بتاعه وبعين المستثمر يجي لك ليه المستثمر يجي ببلد كلها كوسة كلها حرمية يتسرق من الجيش يتسرق من الفسدين قادي رجل اعمال مصري مسنود وبص الرجل بيقول يتفرق كده موسيقى موسيقى تمانين مليون دعوا على الراجل ده لانه برضو دخل مشروع والقصة طلعت وهب في حرمية فحضرتك دلوقتي عندك مشروع انت رايح النهاردة ولايف وعلى الهوى والقنوات بتزيع السيسي يفتتح مشروع الكوارتز ايه بقى مشروع الكوارتز هيخلص في قد ايه هيكلف سبعمائة مليون دولار مرحلة تالتة هجيبهم من ايه ما نعرفش هيخلص في قد ايه ما نعرفش تب بنعمل ليه ايه بقى اللي بنعمله دلوقتي احنا في المرحلة الاولى ايه المرحلة الاولى المرحلة الاولى معانا كوارتز زي معانا ريال كده لما تقعد تدرس المشروع كله اللي حصل النهاردة تلاقيه شو اه انا بقولك ده عرض مسرحي ده ييجي في اطار ان عبد الفتاح حسين خليل سعيد السيسي لا كوارتز ولا غيره القصة دي كلها السيسي بيتسف عليه من ساعة مشروع البطاطس الصوابع والبريل تفكرين الصوابع اللي يقول عليه السيسي كراتشي واللي التاريخ خد سف للصبح واهان الجيش وخلى الجيش يشتغل يأشر بطاطس صوابع اه مصنع البطاطس يتصدر سخرية المصري النشطاء بالسوشيل وتقرير صادم من صحيفة الجارديان عن بزخ السيسي وتقشف المصري اه تقشف لا انت رحت حل تانية السيسي كريسبي اه وتقشف المصريين طيب هات التاني بقى كده السيسي كريسبي وقيلات جيشه الكرانشي بمهمة عسكرية في بطاطس الوادي الجديد حضرات الرجل على ما يبدو شعر عبد الفتاح السيسي انه الناس سفت عليه فحاب يوريهم ان هو بيعمل مشروعات بقى تانية مش بطاطس بس مش كباري وبس مش طرق وبس بنعمل مجمع مصانع اسمه مجمع مصانع بيعمل ايه بقى الكوارتز ايه حلو قوي ايه بقى المشروع اربع مراحل ايوا احنا فين دلوقتي في المرحلة الاولى اللي ايه سقف وحلقان اوكي وبعدين فيه تلت مراحل تانيين هيكلفه كام هياخده كام سنة عشر سنين اربع سنين الراجل ما ردش عليه الله اعلم ما احنا انت جاي تمثل متاخدش الموضوع جد طيب هيكلف كام سبعمائة مليون دولار لحد المرحلة التالتة هنجيبهم منين لأ ما نعودش نقول الكلام ده بقى يا جماعة اذا انت عندك مشروع لا تعرف هتجيب تكلفته منين ولا عارف تخلص مراحله ولا عارف هيخلص سنة كام خالص يبقى القصة دي كلها شو عشان السيسي حط مكياج بعد ما تسف عليه في مشروع الاسمه اي ده البطاطي الصابع انا مش ضد محدش ضد ان يتفتح مشاريع ولا مصانع بس رحموا الناس بطلوا تعاملوا الناس على انها هابلة الناس بتفهم يا جماعة اكبر دليل على اللي انا بقول لكم عليه ده الرملة السودة اللي هي في البرولوس ولا مش عارف فين دي في البرولوس اللي راح افتتحها السيسي وبرضو قاعد عمل لامة وعملنا قاعدة وعملنا موضوع ايه الموضوع بقى ولا حاجة بلاش كده المصايد السمك ولا مزارع السمك اللي السيسي راح افتتحها الرمال السوداء في مصر احتفاء عبر مواقع التواصل بافتتاح السيسي مصنع لها فما هي وما اهميتها فاتحة عملنا ايه بقى ولا حاجة المزارع السمكية اللي راحها اللي كان كيلو السمك مايجيبش 12-13 جنيه البولتي النهاردة البولتي بقى ب85 جنيه عملنا ايه بقى ولا حاجة برضا كل ده شو كل دي عرود حد ينسى قائد خط الجنبري النهاردة الجنبري داخل في 500 جنيه وما يتاخدوش دود يعني حد ينسى الكلام ده كلها مشارع السيسي افتتح اكبر مزرعة السمكية بركت جاليون في كفر الشيخ شفتوا منها حاجة اسعار السمك ايه انت تقول لي عشان ما تقوليش ان انا عدو الوطن انا عدو الجهد انا عدو انك تتحك علي ما تقوليش حاجة انا ما فهماش انت روحت افتتحت بركت جاليون دي كان كيلو السمك بكم طب النهاردة كيلو السمك بكم يبقى ده في شنك روحت عملت الرمال السوداء ايه بقى عملنا ايه وبعدين يقول له ايه النهاردة السبعمائة مليون دول ما احنا ممكن ممكن احنا بنصرف كام على استيراد الاغذية ايه ايه خد 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 انت عايز تشيل من الاغذية وتحط في الكوارتز انت عامل زي عشان يدخل النور في بيته وبقى نص البيت ازاي يعني ده احنا بنستورد اكتر من 70% من المنتجات الغذائية زيوت وصابون وسكر هتشيل ايه هتشيل ايه من الاغذية عشان تحطها في الكوارتز اللي احنا مش عارفين هيجيب كام اللي احنا مش عارفين هيخلص امتى بص اللي حصل انا عرضه للسيسي هو عبارة عن شو عايز يقول لكم ان انا مش بفتتح بس مصنع بطاطس اه صوابع لا انا كمان بعمل مجمع مصانع اللي بعده